منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة على يد مصطفى كمالات ترك عام 1923 لعبت المؤسسة العسكرية التركية دورا هاما ليس في الحروب التي خاضتها فحسب بل في التأثير على الحياة السياسية في التركية وصنع القرار فيما يتعلق بالأمن القومي التركي وحتى أمد قريب كان يشار إلى الجيش التركي على أنه حامل إديولوجيا العلمانية التي أرسى دعائمها أتاترك القوات المسلحة التركية تتألف من القوات البرية التي تعد من أضخم القوى البرية حول العالم وثاني أكبر جيش في حلف الأطلسي الناتو بعديد قوات يزيد على 400 ألف جنديا نظامي والقوات الجوية التي تملك أسطولا جويا من ضمن الأكبر في حلف الأطلسي يضم 700 طائرات هجومية واعتراضية وطائرات نقل وتدريب واستطلع إضافة إلى 60 ألف جندي وسلاح البحرية ومشاة البحرية بحوالي 50 ألفا يعملون على أسطول بحري يضم 16 فرقاطة إضافة إلى 9 سفون حربية و13 غواصة كما تضاف قوات الدرك وخفر السواحل إلى قوام القوات المسلحة ويتمعان للجيش في أوقات الحرب أما القائد الأعلى للقوات المسلحة في تركيا فهو رئيس هيئة الأركان العامة ويقوم بدور القائد العام بالنيابة عن الرئيس وهو من يقوم بوضع استراتيجيات الجيش وأنشطته إضافة إلى تنسيق العلاقات العسكرية مع الدول الأعضاء في النيتو والدول الصديقة شارك الجيش التركي في عدد من الحروب الخارجية منذ تأسيسه كان أولها الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية التي شاركت تركيا فيها كعضو في الأمم المتحدة وغزو قبرص عام 1974 والحملات المتواصلة ضد حزب العمال الكردستاني ترجمة نانسي قنقر